اشتركوا في القناة وفي كل مقهى من مقاهيها ذاكرة عريقة لأحداث ثقافية وسياسية لعبت دورا هاما في تجسيد الصورة الحضارية لهذه المدينة وعن مقاهيها التي كانت تضج بالحياة وجدل السياسة والثقافة والفن رح نحكي حكايتنا السورية لهالأسبوع وهي حلقة أولى رح نتبع بحلقة ثانية عن مقاهي حلب لم تكن المقاهي الدمشقية كما هو شائع مجرد مكان لاحتساء القهوة والشاي وتدخين الأرقيل وقضاء الوقت فقط بل كانت صالونات ثقافية وبرلمانات سياسية مفتوحة ففي سنوات القرن العشرين كانت مقاهي الهافانا والبرازيل والروضة والكمال الصيفي وقصر البلور وغيرها مسرحا لملتقيات أدبية وسياسية لعدد من المثقفين والمفكرين السوريين والعرب وفيها تأسست الأحزاب والحركات الفكرية وفي جنباتها دارت الكثير من النقاشات الساخنة مع بدايات القرن العشرين لم يعد يقتصر دور المقاهي الدمشقية على الترفيه والتسلية بل تعداه إلى نشاط اجتماعي سياسي وحالة ثقافية مرموقة وحفلت المقاهي بالفعاليات السياسية والأدبية وكانت ملتقا للكثير من الأدباء والشعراء والصحفيين وعدد من الشخصيات السياسية البارزة في تاريخ سوريا وتشكلت فيها الكثير من المتديات الأدبية والأحزاب السياسية في الفترة التي امتدت من العشرينيات حتى ستينيات القرن الماضي في نهاية العهد العثماني عقدت في مقهى القوتلي العديد من الاجتماعات الوطنية والسياسية بعد إعلان الدستور العثماني عام 1908 وفي هذا المقهى بحي السنجقدار أعلن عن تشكيل جمعية النهضة العربية رسميا بعد أن كانت سرية عند تأسيسها عام 1906 في الأستان اسطنبول من قبل مجموعة من الطلب السوريين وفي عهد الانتداب الفرنسي اتخذه الوطنيون مركزاً لاجتماعاتهم وقادوا منه المظاهرات وأعلان الاضطرابات في المدينة وأشهرها التي قامت عام 1922 احتجاجاً على اعتقال الدكتور عبد الرحمن الشهبندر ورفاقه الوطنيين الذين أعلنوا أول انتفاضة وطنية في عهد الانتداب ومن أشهر تلك المقاهي أيضاً مقهى الهافانا والذي كان يعرف قبل استقلال سوريا عام 1946 باسم القطة السوداء وكان من رواده الشاعر العراقي بدر شاكر السياب وعبد الوهاب البياتي وأحمد الصافي النجفي ومحمد مهدي الجواهري والمصري أحمد عبد المعطة هجازي وعدد كبير من رجال السياسة وكان مقهى البرازيل يقابل مقهى الهافانا في مكانه وينفسه بإهميته في الذاكرة السياسية فكان من مرتاديه كبار رجال السياسة كالرئيس الأسباق شكر القواتلي ورئيس الوزراء صبر العسلي ورجد الكيخيا وكانت السفارة البرازيلية قد افتتحته في منتصف القرن الماضي لترويج البن البرازيلي في سوريا ومكانه بمحاذاة جامعة طاووسية باتجاه ساحة المحافظة جعله قريباً من الأحداث السياسية ومسرحاً لها أما بالنسبة لمقهى الروضة فتأسس هذا المقهى عام 1938 على بقايا سينما صيفية وكانت في البداية سينما في الهواء الطلق وساعده وقعه على بعد أمتار من مبنى البرلمان في أن يصبح مكاناً مفضلاً للقاء السياسيين وشهد المقهى أحداثاً كثيرة بحكم قربه من البرلمان السوري فقد كان أعضاء البرلمان يأتون إليه بعد كل جلسة يتحدثوا بالأحوال العامة لسوريا في تلك الفترة طبيعة دمشق هي الحميمية اللي متعود على مقهى معين ما بيعود بغيره حتى بيصير متعصب إله مع العلم طبعاً هو ما بيروح لما حل غريب هذا المقهى هو بيعرف كل الموظفين فيه بيعرف المالك أو المستثمر بيعرف الـ 3-4 اللي بيجوا على المقهى فهو بيصير جو من الألفة هللي نحن متعودين عليها البيت بيتك فبيروح الواحد على المقهى وهو بيعرف تماماً شو لح يشوف يعني ما بيكون دافعه هو الفضول لحتى يروح هو رايح وعرفان تقريباً أغلب المناخ هللي لح يحضره ترجمة نانسي قنقر كان في مقهى عند الفرنسيس كان اسمه مقهى النجمة وكانوا يدلعونه بيسموه بالاسم الفرنسي لتوال لتوال هي الترجمة الفرنسية لكلمة النجمة وكانوا مثقفون مندلقين إليه هذا قبل تحويل هافانا لكافتيريا ثم لأمر ما قرر صاحب المقهى هذا وقد اشتهر جداً بحيث أنه كان أي مثقف مصري أردني لبناني فلسطيني بده يجي يشوف المثقفين ثم يجي لعندهم على النجمة قرر أن يحول المقهى إلى مطعم ولا يقبل دخول الرواد العاديين بيجي على المقهى اللي يشربوا قهوة يشربوا شاي يشربوا كنس كفاء إلى آخر في مقاه دمشق ولدت إبداعات أشهر الكتاب والشعراء السوريين والعرب فهناك في قهوة أبو شفيق كتب محمد الماغوط بعضاً من مسرحياته وأفلامه السينمائية وكان الماغوط ينطلق سيراً على الأقدام من بيته في حي المزرعة الدمشقي حتى ربوة دمشق حيث مقهى أبو شفيق الصيفي وفي قهوة الكمال خط معروف الأرنؤوط رائعته سيد قريش أما في الهافانا فقد دون فيها الشعراء بدر شاكر السياب وعبد الوهاب البياتي وأحمد الصافي النجفي أجمل قصائدهم أغلب المثقفين السوريين والسياسيين بيروحوا على المقاهي طبعاً باستثناء الإسلاميين الإسلاميين المقاهي هي مو مكانهم مكانهم بجوز يكون المساجد أو البيوت لكن بشكل عام المثقفين الليبراليين أو السياسيين هاللي من هالنوع فالمقاهي بتأمل لهم مكان مريح اقتصادياً غير مكلف وبنفس الوقت بيارسو فيه هذل النشاطات في قسم من المثقفين بيعتبر المقهى هي مثل مكتب بيستخدمه كمكتب مثل الباحث في رbrechte وايالي كاتب عدة كتب في تاريخ الشرق القديم والتاريخ الأديان وكان بداياته مغامرة العقل الأولى بالسبعينات وساوى ثورة وقته مكتبه هو المقهى كان فيه من بين اللي أنا تعرفت عليه هون مثلا الأستاذ الكبير شوقي بغدادي هاللي هو بالإضافة لكونه من أكبر شعراء القرن العشرين باللغة العربية لكن فوق هاد هو عنده مميزات أخرى هو يحبه للحياة هو بنفس الوقت عقله المتجدد كمان فيه الأستاذ نصردين البحرة هاللي هو كاتب وصحفي ومحدث الأستاذ نصردين البحرة فيه عنده بزهنه تاريخ دمشق المعاصر بالكامل شهدت المقاهي الدمشقية الصغيرة العديد من الملتقيات الأدبية بين أقطاب ثقافية وسياسية مختلفة وهناك دارت نقاشات حادة بينما بات يعرف بالشلالية الثقافية والتي لا تزال منتشرة إلى الآن واشتهرت بعض المقاهي بكونها مركزا لقطب ثقافي معين وكان المقهى الواحد أحيانا يحوي أكثر من قطب ثقافي لديه آرائه وأفكاره المختلفة عن الطاولة التي تجاوره والتي تمثل قطبا آخر وكان كل هؤلاء يأخذ مكانه كل يوم مع مجموعة التي ينتمي إليها كان في شهلية أساسية يعني كان البعثين يعدوا مع بعض الشيوعين يعدوا مع بعض الإخوان يعدوا مع بعض الكتاب يعدوا مع بعض هلأ جدت مقاهي تانية ما كانت موجودة بهذاك الوقت مثل مقهى الكمال ومقهى الولي يعني كانوا ما كانوا مكرسين كمقاهي اشتركوا في القناة فاصل أصير ومنرجع لكم لنحكي أكثر عن تاريخ وجود المقاهي في دمشق وقصة اسم مقهى خبيني والأسباب اللي أدت لتراجع دور المقاهي بعد ستينات القرن الماضي أهلا وسهلا فيكن من جديد سحرت المقاهي الدمشقية الرحالي الأوروبيين الذين قدموا إلى دمشق بالقرن التاسع عشر ومنهم الرحالي الإنجليزي تشارلز أديسون الذي زار دمشق في شهر تشرين الأول من عام 1835 وأعجب بها وأطلق عليها اسم باريس الشرق لكثرة المقاهي التي كانت تضمها ولأناقتها وأول المقاهي الدمشقية يرجع وجود إلى أواخر القرن السادس عشر حسب أخبار الرحالة توثق كتابات الرحالة المودعة في سجلات محاكم دمشق الشرعية أن أقدم المقاهي التي وجدت في دمشق كان قد أنشأها مراد باشا عام 1595 قرب المسجد الأموي وتدل وثيقة أخرى على قيام سينام باشا بعد سنة واحدة بإيقاف ثلاثة مقاهي على العمل اثنان منها في حي العمارة وباب مصلى وآخر في قرية جنوب دمشق من جانبه يورد الكاتب نصر الدين البحر في كتابه دمشق الأسرار نصا كتبه الرحالة الفرنسي جان تيفينو بعد أن زارت دمشق عام 1664 وعاش مع أهلها أياما عدة حيث يقول إن كل مقاهي دمشق جميلة ولكن أجمل المقاهي تجدها في الضواحي أي خارج سور المدينة القديم وتشير الوثائق إلى أن أجمل المقاهي التي جذبت الرحالة هي المقاهي التي كانت تقام على نهر بردة مثل مقاهي النهر والورود وباب السلام وكان روادها من وجهاء المدينة والأغوات الذين يرتدون عباءات قرمزية طويلة من الحرير مبطنة بفرو السمور وكان يتبعهم خدم وعبيد وفي عام 1686 وثقت السجلات أيضا انجراف مقهى المقصف ودماره بشكل كامل نتيجة فيضانات قوية ضربت دمشق في تلك الفترة وكان حينها مقهى المقصف أشهر مصايف المدينة أما في القرن الثامن عشر فقد بنى دفتر دار دمشق ما يعرف بمدير المالية حاليا مقهى جديد في حي الميدان وبعد ثلاثة عوام وفي عام 1749 سجلت الوثائق بناء مقهى جديد تعود ملكيته لإسرة المصلي يقول نعمان قصاطلي في كتابه الروضة الغناء في دمشق الفيحاء إن عدد المقاهي الدمشقية بلغ 110 في القرن التاسع عشر وهي منتشرة في أنحاء المدينة ومن أشهرها قهوة السكرية بباب الجابية وقهوة القماحين وكان ينتشر حول هذه المقاهي الرقصات والمغنون المتجولون أما داخل المقاهي فهناك الكثير من الفقرات الفنية والترفيهية كالكاركوز والحكواتي تاريخ المقاهي يعود لخمسمية سنة متواصلة في مدينة دمشق أول مقهى كان عام 1530 بـ 1530 فتح أول مقهى بدمشق 1532 فتح بحلب وبغداد 1580 أو 70 فتح بإسطنبول بعد هاد بمئة سنة لفتح أول مقهى بباريس بحدود 1670 هاللي كانوا يعدوا فيه فولتير ورواد السورة الفرنسية السوريين حينما راحوا إلى فرنسا مضوا إلى فرنسا ورأوا هذا النمط من الرائد أو القارئ أو الإنسان المهتم برؤية المثقفين والكتاب كان يمضي إلى هذه المقاهي وبذلك اشتهرت هذه المقاهي منها المقهى اللي كنت عم بيحكي عنه لسارتر كان اسمه كافي دولابي يعني مقهى السلام وكان مشتهرا جدا يعني ليس هناك من المثقف لم يمضي إلى كافي دولابي حتى يشوف حاله أنه أنا عتمع سارتر والمرحوم حسيب كيالي واحد منهم يعني كانت مقاهي دمشق مكانا مناسبا لظهور تيارات فكرية سياسية جديدة كالتيار العروبي وسوري الاجتماعي والاشتراكي وأيضا الليبرالي المتمثل بالكتلة الوطنية ومكانا مناسبا أيضا لعقد اجتماعات القوى السياسية المختلفة وكان مقهى الهافانا مقصدا للشباب ذوي الميول اليسارية كالبعثيين والشيوعيين وكان أصحاب المقهى يخصصون لهم أماكن جلوس خاصة كان في دمشق أنا أذكرها مقهيان واحد منهم اسمه الهافانا ويقابله على الجانب الآخر مقهى اسمه البرازيل الهافانا هو المكان الذي فكر فيه ميشيل عفلاء وصلاح بيطار بإنشاء حزب البعث لذلك في أواخر الثمانينات أو في أوائل التسعينات حينما كررت الهيئة المشرفة على هذه الأرض التي تقوم عليها الهافانا أن تحولها إلى كافيتيريا كبيرة وتجارية وبدأوا برفع الأسعار هذه المقهى كانت مقهى شعبيا بمعنى أنك تطلب قهوة تطلب شاي كذا بسعر رخيص جدا في موضوع بدمشق أنه المحيط الثقافي هو محيط واحد متواصل يعني كل كام يوم بيوديك على علاقة جديدة وبيفتح علاقات أخرى لحتى تتواصل مع الكل بعد فترة من النشاطات وما ننسى الناس أو الأدباء اللي بيجوا من خارج سوريا مثلا مظفر النواب مقيم في دمشق فكمان من بين اللي تعرفت عليهم أحمد فؤاد نجم بالزيارات اللي كان يجيها لدمشق وفترة لقعدة عنا الوسط الثقافي هو وسط واحد فبهي العلاقات بهي المجالات بالأخير بيصير تقريبا تعرف كل الوسط الثقافي والفني وتقريبا السياسي بدمشق لمقهى النوفرة قرب الجامع الأموي في دمشق القديم مكان خاص في قلوب الدمشقيين ويعتقد السكان هناك بأنه أقدم المقاهي في دمشق وأن تاريخ بنائه يعود لخمسة قرون ولا يزال هذا المقهى إلى الآن يحتفظ بأصالته وطابعه الحميمي رغم تحوله لمزار سياحي وعلى بعد أمتار منه يشرح مقهى خبيني باسمه الطريف طبائع زبائنه في حبهم للعزلة والاختباء بعيدا عن ضوضاء الأسواق الدمشقية وعيون من يرصدهم لكن خبيني اليوم بات يفتقد لمعالمه بعد أن حوله اسمه المميز والقصص حوله لمقهى لا يمكن أن يختبئ فيه أحد في هذه المدينة أهوة خبيني استهرت منذ الحرب العالمية الأولى حين استدعت الدولة العثمانية ومعظم الشباب إلى الاحتياط العسكري أو إلى الخدمة العسكرية وكانوا يختبئون من هذه الدعوة أنهم يعرفون أن الماضي إلى الحرب الحرب السفر برلك هذه الحرب العالمية الأولى نسبة رجع تولات تجاوزوا الواحد بالعشرة حيا وكان من المعروف أن من يمضون يقتلون في الحرب ويستشهدون بلا معنى فكانوا يهربون إلى هذه القهوة هي ليس اسمها خبيني يهربون إليها ليختبئوا في داخلها هم تسمع؟ فكان النداء الصريح تخيلكم خبوني فخبوني يخبيني كان في عنده نوع من قبو ينزله فيه ويغطيه ويقعد ناس فوقه فيتخبئ عن الدوريات التي كانت تبحث عنه الروحة على مقهى النوفرة هي رحلة عبر الزمن وقت توصل لهنيك الجامع الأموي خلفك الدراج العريضة الآثار الرومانية وما جاء ورها طبيعة البيوت ما زالت على حالة من مئات السنين فنحن لهنيك هاي المنطقة ما زالت محافظة على طابعها وطبيعتها التاريخية القديمة بشكل عام دمشق جمالاً هي دمشق القديمة كاملة عم تحاول أنه تحافظ على نفسها ما تكون تأثرها بالزمن مثل الأحياء المجاورة فهذه مميزات الروحة على النوفرة كانت الفنون السردية في المقاهي الشعبية إحدى وسائل جذب أبناء الحارة الذين كانوا يبحثون عن مكان ليروحوا فيه عن أنفسهم بعد عودتهم من العمل مساء وكان الاستماع للحكوات الذي يروي القصص الشعبية من تقوص الدمشقيين في القرن العشرين وكان الحكوات دائماً ما ينهي قصته في نهاية الليلة بحبكة درامية مشوقة تجبر رواد القهوة على أن يأتوا في اليوم التالي ليعرفوا مصير بطلهم وكان الكراكوز أيضاً أو ما يسمى بخيال الظل أشبه بعرض مسرح بسيط يستعرض قصص اجتماعية بقالب كوميدي خفيف ترجمة نانسي قنقر موضوع الحكواتي موضوع اختلف عن زمان يعني من زمان كان الحكواتي هو متعة يقصدوها الناس هلأ بيقصدوها ليشوفوا ظاهرة فولكلورية يعني مو لينفعلوا معها متل ما كان ينفعل مثلاً جدي لنفرض هاللي والدان جنب النوفرة 1881 وقت كان عم يسماع هاي الاصلات لكن فكرة حلوة كتير انه ضلت حافز على على نشاط لمئات السنين فهاي هي النوفرة ومشان هيك بتلاقي نسبة السياح فيها عالية لأنه هي رحلة للتاريخ أنا أذكر أول مرة بحياتي شفت كراكوز عباس بمقهبي باب الجابية نحنا كنا ساكني بالقنوات فكانت باب الجابية وادهشني المنظر جداً يعني ما كنت متصور انه في هالإمكانية لا تنسى انه لم يكن في ذلك الحين من سينمات او مسارح ذات قيمة وكان المسرح الموجود الوحيد هو في سينما النصر اللي عند مدخل سوق الحميدية وكان فيه ما يسمى بالكومبريهنسيب ثياتر يعني تلاقي بالمسرح اللي فيه سينما وفيه كباريه وفيه رقاصة وفيه مقاطع كوميدية إلى آخره لكن لم يكنوا متفرغين لهذا الأمر عمل حافظ الأسد منذ توليه السلطة على القضاء على مؤسسات المجتمع المدني والتي انتهت تماماً بعد أن تم تشويهها بمؤسسات صورية بديلة كاتحاد شبيبة الثورة واتحاد الطلب والنقابات التي كان يملأها المخبرين وعملاء أجهزة الأمن وغيرها من المؤسسات الاجتماعية اللي مورس فيها رقابة أمنية شاملة وكانت المقاهي الدمشقية حينها أشبه بمراكز ثقافية مدنية تجري فيها اجتماعات لبعض الأحزاب ورواد الثقافة إلا أن هذه المقاهي تم حسر نشاطها تزامناً مع حالة الإلغاء التي طالت الحياة السياسية في ثمانينات القرن الماضي وقمع الحريات وفرض الهيمن الأمنية التي مست كل جوانب الحياة السورية بالستينات وحتى أول السبعينات كان شيء طبيعي يكون فيه خلاف بوجهات النظر بين الناس كان فيه البعثي والإخوان المسلمين والشيوعي والناصري وكانوا كلياتهم من نفس الحارات ومن نفس البيئة وبيختلفوا وبيتناقشوا وبينفعلوا لكن كان هذا جو مألوف بسوريا وهيك قضيت سوريا تاريخها المعاصر تقريباً كله اعتباراً من وقت ما تقريباً حافظ أسد استولى على السلطة بشكل مضبوط وبدأت أجلسته الأمنية بالشك بالمواطنين فتغير المزاج الشعبي بالقعدة صار ممكن أنه النقاشات الحساسي جداً يتجنب الواحد يخوضها بالمقهى وقت بده يحكي بده يحكي بصوت أوطى صار بده يراقب مين قاعد بالطاولة جنبه مين فيه موظف جديد يجا على المقهى فهذا أدى لتقريباً تغيير نمط النقاشات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حلقتنا عن مقاهي دمشق لليوم انتهت استنونا بحلقة مميزة عن مقاهي حلب العريقة والصالونات الأدبية فيها إلى اللقاء